السلام عليكم. أنا اسم جالي مونير عافيشي ومن بين الناس اللي مسؤوني على المشروع دي الوكي بيتا بداريجة يعني كإداري وهذا المشروع هذا يكن دارج يعني في إطار الأهداف دي الوكي ميديا دي لنشر المعرفة الحرة فما خص يكون معرفة يعني حكر على وحد الناس اللي عندهم معرفة بوحد اللغة معينة أو من وحد طبقة معينة أو أي سبب دي الالتمييز فالفكرة هي أننا نوصل المعلومة بوحد اللغة اللي هي بسيطة وأكسيسيب لأي واحد وطبعا الحاكيين بززا بجل تحديات هذه المسألة لأنه الدارجة هي واحد اللغة اللي او واحد اللهجة يعني لحسب الرأي العراء المختلفة اللي ما عنداش واحد لفورم معيارية واحد صيغة معيارية اللي كتضبط المعجم ديالها كتضبط طرق الكتابة ديالها إلى آخرين والكادمة يمنعش بأنه ممكن نطور واحد المشروع ديال الدارجة طالما ما تنحسار موح المجموعة ديال الدوابط اللي تلقوا في مجموعة المشروع ديال الكتابة اللي هي أننا تلتزموا الحياة ديال في الكتابة تنحاولوا نعكسوا الاتفاق العام اللي كان في المحتوى وطرق الكتابة إلى آخرين في واحد اللغة معيانة أو واحد اللاجة معيانة وتيكون ديما نحاولوا ديما نوصل الكونسوس يعني الاتفاق على مجموعة المسائل يعني بشكل عمالي إذن فيما تكون واحد الاختلاف على واحد المسائل تنناقشوهم بيناتنا وفي المشروع وتنحاولوا نتوصل الاتفاق في هذه المسائل هادو وأنا نتمنى أن الناس ينضموا لهذا المشروع باش يشعونوا فيه الناس اللي مهتمين بدارجة طبيعة الحال باش تكون معرفة يعني توصل جميع الناس وجميع الطبقات في المغرب ترجمة نانسي قنقر